اليوم نزل بوايا باس الجديد وبصراحة مبين عنه حلو وطبعا زي اي بوايا باس فيه كثير اسكنات لازم نشوفها بس قبل ما نبلش انزل تحت واشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك خلينا وصل هذا الفيديو للخمسين الف لايك طبعا هذا البوايا باس فكرته عن الصيد فعشانك راح تلاحظوا ان كل الاسكنات اللي فيه العلاقة بالبحر والاسباحة طيب وخلينا نشوف ايس موجود في البوايا باس طبعا ولا كمان ليفل كلا عادة ما فيه اشياء كثير مهمة بس لاحظوا شوية في عنا هذا الصندوق بيخليك تختار اي شخصية بدك اياها حتى شخصيات اللي نزلت جديد عندك اوريون عندك سونيا وسوزي كمان لا حلو هذا الصندوق زمان كان يحطوا صندوق لايحوانات الاريفة لا هالمرة حاطين صندوق للشخصيات اشي اكيد احسن بكثير ثاني اشي عندنا الام سيكستي لمدة ثلاثين يوم اتوقع انه هذا الاسكنل راح يكون مرتبط بالبوايا باس لانه كل بوايا باس في عندك سكنلس لاح وهاي المرة قرروا انه يكون الام سيكستي صحيح انه انا ما بفضلك اسلاح ولكن على الاقل لاول مرة يعطوا سكنلس لاح الناس بتلعب فيه اه بالنسبة لقدراته بصراحة مشي كثير كويسة لانه عندك اثنين مدى واحد موفمينت سبيد اتوقع انه ما في حد بيمشي هو ماسك هذا الاسلاح وبالنسبة للمدى الاسلاح اساسا المدى تابعه عالي يعني ما في داعي تزيد المدى بزيادة لا والمصيبة الاكبر انه بيقلل لك الدقة فاتوقع اسكنل السلاحة مع البوايا باس مش من الاسباب اللي راح تخليك تشتريه عنا هون جوائز هبلة عنا جولد عنا بطاقات عنا عنا وعنا برضو كبع اسكنل الام سيكستي مرة ثانية لمدة ثلاث ايام طبعا هاذا الاسكنل كل ما تبشي بالبوايا باس راح يظلي زيد عندك نسبته لحد ما يصير عندك مية بالمية وينزل لك دائم فلا توقل هم انه هون موجود لمدة ثلاث ايام هون لمدة ثلاثين يوم طي بلسنا بجوائز البوايا باس الاصلية اوكي عنا سكنل بنت اوه سكنل بنت ارى حلو شوف فيه تفاصيل حلوة بصراحة لعظة سوية ايسا هاي السمكة ليس معلق على ضائرها سمكة سيئيك نسلاوه الله حلوه اضاف حلوه شوف بصراحة السكنل بنت جميل انا حبيته ما عرفش عنكم في عنا كمان شنطة مجانية هاي بامكان الكل يحصل عليها سواء شير البوايا باس او لا واتطلع بصراحة عشانت عادية يعني مش اشي كثير مميز اوكي عنا رجعنا عنا باكيجات عنا سكنر عنا 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 اشياء مش كثير مهمة في عنا هذا الصندوق هذا الصندوق توكينا هذا بيفيدك لتطوير اسكنات الاسلحة اذا اساسا عندك اسلحة مطورة اوكي عنا جواز هبلر رجعنا يا الله ما اكثر جواز الهبلر بالبوايا باس بس شو بدك تعمل بدك تزلك طيب عنا البانر المجاني طيب دين بانر مجاني جميل بصراحة انا منو علي باهتمش بالبانرات كثير بس اتوقع انه جميل في عنا قطع مجيك كيوب طوان احنا تعودنا ان البوايا باس يكون مليان قطع مجيك كيوب هذا الاشي كثير كويس ولكن انا بدي اشوف الجوائز تبعت البوايا باس اوكي في عنا هاي البطة طواني طواني ايش هاي ايه عمري بس كابس تلاحظوا ايش هاي شنطة وليش اه ها صندوق اللود لأ اتخيل ان اكتل واحد ويكون هيكسك الصندوق اللود تبعه او لأ والله ايش نار طلع بس كابس البطة اوكي انا بديت احبه للبوايا باس من هسه طيب عنا كمان هون قطع مجيك كيوب عنا هون خريطة عنا جولد عنا اشياء هبلة كثير ايش في عنا هون برضو صناديق توكن ثواني شوي هذا اللي بيجي معاها او للأم بي فورتي اوكي هذا صندوق بيجي معاها توكنات للأم بي فورتي المطور تمام وبيجي معاها توكن لاي سلاح بدك اياه بس المستغرب انه ليش معطيك بس واحد توكن يعني كان زودهم شوي على اقل خطهم عشرة يعني التوكن حرفيا لم بتسويش ايش طيب عنا دروب عنا خريطة عنا باونتي توكن اوكي في عنا سكن للسيارة اوه في عنا سكن للسيارة هاي اوه شوف هو لونه حلو بس بصراحة يعني ما في افكتات ما في اشي جديد مش مغير كثير على الاسكن ولكنه جميل جميل في عنا لفات دايموند رويل اوكي في عنا هاي بتزود لك القولد على فكرة لا هي فعليا بتدبل لك اياه يعني اذا انك انت بتاخد مثلا بالمباراة ميت قولد بصير يعطيك ميتين طيب عصرت القولد في عنا صندوق قولد ايش في عنا هون كمان هاذا الباكيج طرح على فكرة كأنه موجود كثير بالبايا باس طلا هذا طبع الام بي فورتي موجود بكثرة يلا كويس اذا انه عندك الام بي فورتي المطور ومش قادر تطوره يلا هاي بتفيدك شوي اوكي في عنا برضو كمان قطع ماجيكي كيوب عنا جوائز كثير هون بس انا بستنى اه ها 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 وصلنا فيها اول اشي عندك هذا المجاني تطلع ليش معطين حفاية بس للمجاني بس حفاية طيب لفل خمسين وصلنا لسكن الشاب واللي بصراحة اه جميل بس مش كثير ثواني شوي ثواني شوي اه صح اسا هذا سكن الشاب بيجي سكن مطور خليني اشوف اوه ثواني طلع مكثر السكنات اللي بتنزل معاه يخوان اضوه كلياتهم بس بسكن واحد طلع كم قطعة يخوان هذا السكن عبارة عن خمسة عشر قطعة انتم متخيلين يعني شوف في عندك اربع طواقي في عندك اه في عندك نظارة واحدة في عندك ثلاث بلايز ثلاث شرطات اربع بوات يا اخي كأنه كثير ثواني هذا خليه على جانب هسا خلينا نخلص البوية باس وباقي الجوائز وبعدها بدي اتفضاله بدي اشوف كل السكنات تبعته طيب ارجعنا كملا للام سيكستي وعننا كمان قطع ماجيكي كيوب بدي نشوف ايش فيه كمان اوكي في هاي التوكينات اتوقع ان هاي التوكينات اللي نطور فيها السكن تبع الشاب طيب في عندنا البانر طلع في هذا البانر المجاني بس يخي لحدها ما شكت لا بانر ولا افاتار للمدفوع مش اعرف ما اقول قدام يعطونا اياهم اوكي ايش في عندنا هون بدينا يا لئ مسكها طلع 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 القنبلة طلعها بطلع منا مدام نوفيخة لا حلو حلو القنبلة طيب انشوف ايش في عندنا كمان عندنا برضو هون قطع ماجيكيكيوبي يا زماء وعليم الله هاي بس الواحد تقدر جي فيه ماجيكيكيوبي كامل شو كل هالقطاع انا مبسوط اكيد يعني اكيد مش متضائق طيب ايش في عندنا هاي طلع اللي نزول طلع محلها واتخير تكون نازم الطيارة وهي الزلاج سبعتك. لا لا هيا رح حطها. هيا انا متأكد من رح حطها. طيب في عينا برضو هون اربع توكينات. اوكي نشوف شو في عينا كمان. اه او في سكنلا لجروزا. لاحظوا شوية. ما انتم هتلهوش والله. في عندك ومش قوي كثير يعني. ومش قوي كثير. في واحد بس اختراق دروع وبنقص لك الريلود سبيد. ولكن خلص بعطيك اياها فكرة حتى على الليفل المجاني يعني بعطيك اياها زي هيك. الصدقة. طيب ولا البلاس. بعني اياها فكرة هاي سكننات الل تنزل بالبايا باس زي هيك. وخصوصا المجانية. فكرة احتمال تقلب نادرة. لان اطلع ما نزل الا بالبايا باس. واكيد فري فاير ما رح تروح تنزل باكيجات او اشي. فخلص بقلب نادر. يلا هاي اللاعبين ما بيشحنوها. انا قاعدة نطيقهم دافع بان اوي. عنا توكينات هون. عنا كمان ام سيكستي. عنا برضو رجع لنفس الباكيجات. اوكي هتوقع جواز صار تتكرر كثير حسة. اوه. وهون وصلنا نهاية البايا باس. ضايل هسة الجوائز الاضافية. هاي جواز الاضافية بس للناس اللي شحني البايا باس. لاحظة انه هون الجواز المجانية انتهت. وضايل بس الجوائز المدفوعة. طيب ايش فيه? في عنا دروب. عنا قولد. عنا برضو بكيج هون. اوكي. امشي امشي نشوف شو في عنا. في عنا كمان قطع ماجيك كيوب. عنا قولد كثير هون. عنا كمان قطع ماجيك كيوب. عنا توكينات. اوكي. اتبقى لحد الان كل ياتوا اشياء عادية. لا تطلع. ايش في عنا هون? تواني ايش هاي. هاد اسكن لي ايش بالزبط انا مش عارف. مش يمبين حتى مش كاتبين. اسكن للمضرب. لا هادا مرتبة. تعرفوني بحب السغلات الابلة. طلع طلع. طلع كيف سكله. لا لا حلو حلو هاد. هادا حبيتو والله. يخي مش عارف هادا البايا باس لاشياء الجانبية فيه احلى من اسكنات الاساسية. طلع قول لي يا تاسكنات تحشيج. طيب اكمل نشوف شو في عنا. في عنا قطع ماجيك كيوب. رجعنا قلتلكوا. والله بتجيب ماجيك كيوب كامل. ما شاء ولله بس بها هادا البايا باس. طيب اس في عنا الشنتة. اووو الشنتة لا والله حلوة. حلوة كتير ثواني. طلع كيف. هاي نفل ثري هاي نفل تو هاي نفل وون طلع. لا 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 حلو. لا جد جد حلو. انا منو علي بصراحة بخفي الشنتة فبرضه بتهمنيش كثير ولكن لو اني بحط هادا. راي اختار هادا. بكل تأكيد طيب نشوف اوو في عنا ايش بستنانة هون. طلع هاي الثلجة. لواي ثواني. لان نستعجل الامور. خلينا نروح نكمل باقي الجوائ اوكي وهون انتهى البايا باس وانتهى على ايش كثير نار اطلع الثلجة يا عمري اطلع طلع محلاه والله العظيم قراضية لا تطلع كيف شكله من الجنب يعني يمكن يتياء لكنه هي عبارة عن ثلجة عادية بس حطنا عليها رسمها بس لا اطلع طلع لها هيك من الجنب من بينها بينها كأنه في قرش عن جد لا حلو 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 حبيه طيب احنا خلينا نشتري البايا باس طيب احنا خلينا نشتري البايا باس كامل اوكي وخلينا نروح نشوف سكني الشب سكني الشب انا شفت انه فيه كثير قطع فيه كثير اشياء هذا الحال بايا باس سكني الشب مساء الله طيب نختار شخصية المشكلة كل الشخصيات موجودة عندي فعشان هيك رح اختار شخصية المفضلة سخصية المفضلة اوريون وسونيا بس مقدرش اختار اثنين لا اوريون اوريون خلينا نختار اوريون اوكي عندنا الكتب كتب كلياتها عندي برضو في عنا باكجات هيك اعطيني هاض اوكي لان نمطور الان بفورتي ليفل ماكس ايش او بدي فريق التوكينات طيب خلينا نروح على سكني الشب بعطيني اياه زي هيك هاذ هو صح اوكي وخلينا نروح على كستمايز طيب طبعا اول ليفل من سكني الشب بيكون زي هيك شكله شافين كيف باقي الاشياء لازم تشتريها بالتوكينات طلع ليفل الثاني بيصير هيك شكله اتوقع انه هاذ هو الشكل الموجود او المعروض على الصفحة الرئيسية للبايا باس اتوقع طيب خلينا نجيبه احنا على كل حال اوكي هاي جبنا الطاقية جبنا البلوزا جبنا الشورت وضع الاخر ايش فاحاAdamو الله باس تحشيج ايش هاي ايش هاي ايش هاي هاي والذات هاي هاي جدا الاخر طيب نشوف السكني الثالث اوكي مبدأين السكني الثالث ترا والله حلو للعب بس له انا هذا القرج عليني نشيل هياه ترا في يناس كثير بتحبي تلعب بهي سكلي نات هبلة زي اك ما بعرف ليش ولكن خلص هم هيك هم هيك محبوا في برضو عنا هذا البوتس برضو اضافي طلع طلع في عنا هذا الراس ياخي ياخي جد حرفيا هذا الاسكن لحاله اسكن للشاب لحاله عبارة عن بويا باس كامل صحيح على الاسكنات تبعته ومش كثير واو بصراحة هذا الاسكن على فكرة حلو للعب ترى اش سيبك من الهبل اللي موجوده على راسه وسيبك من الحفاي الزفت اللابساه بس والله حلو هذا اللعب في عندك هذا لا هذا مش بالزيادة بصراحة وهذا والله كمان حلو كثير للعب بس انسى انه فيه قرش ملفوف حوليه خسرك اه ثواني احنا نسينا الايفكتات خنشوف في عندنا هذا الايفكت لما تعبي دام اوه لا حلو هذا لا لا حلو كثير خلينا نزيبه اوكي شوف الايفكت الثاني اوه ايفكت لما تنط طلع كيف طلع كيف لما تنط بيجي زي نطرشات مي تحت رجليه اوكي اوكي لا لا الايفكتات تبعته كمان حلوة بصراحة والله الباية بس هذا فيه اشياء كثير يعني شوف مثل سكن الشاب تطلع كم بيجي معه سكن وحتى الجواز والله يعني كثار والمجي اوه اهمي شي قطع المزك الكيوب ما شاء الله بيخلصوش ثوانا بالله خلينا نجرب اعمل تلبيقه لهذا السكن هتطلي هذا الشعر هتطلي قناع دراجونوف وشيلي الزفت اللي تحت رجليه هتطلي مثلا اطلع هاي التلبيقه اطلع اطلع صار محلال السكن اطلع محلال اللعب لا والله عظيم اختلف كثير يعني شوف بيمكنها هاك هذو اللي سكن تاخده من ناحية جدية وبيمكنك تاخده من ناحية هبلة هو الباية باس هذو اساسا حاسه النمائي لشوي عالطابع الفكاهي بس بصراحة حبيته خصوصا سكنات الجانبية اطلع عندك سكن القنبلة هاي ولا هم من ايك طلع اسكن الثلجة يا خيأة هاي هاي احلى اشي بالباية باس اكثر اشي حبيته بالباية باس اطلع محلال واي خلص ده خليها تلجة رئيسية عندي اوكي يا سباب وهاذ هو كان الباية باس اللي نزل جديد اكتبولي تحت في التعليقات رأيكم فيه هل حبيتوه شايفينه حلو ولا زيه زي اي باية باس ثاني واذا حبينا اعمل فيديو تحدي يوم كامل بسكنات الباية باس اكتبولي تحت في التعليقات وبالنهاية كان معكم دراكنوم ودومتم في رحاية الله